موسيقى وبقيت واجه لآخر لحظة لآخر لحظة وهيدا الشي نحن منقدرك عليه ومنشكرك وإن شاء الله يكون بعد فيه أكتر من أمثالك يعني وما زلت وتابع لأنه أنت هلأ مستشار بين معهد الدراسات والبحث العلمية معهد المعهد اللبناني معهد اللبناني الدراسات والبحث لمس هلأ طلع هيدا الخبر أنه المعمل الكهرباء حيوقف تغذية بآخر الشهر يمكن ونحن بعدنا عم ندفع فاتورة عن شو بآخر الشهر اليوم بديواقف اليوم بديواقف لا يوم بديواقف كان بمناطق مثل الزهراني وآخر الشهر عساس بكل لبنان بهيك قريت الخبر الوزير وليد فياد كل صوره على الانترنت أنه قاد عم يتشمس وتصريحاته أنه ما بيقدر يعمل شي أنه جرب لآخر نفس وحيداله يجرب وهلأ ححكيك عن تجربتك أنت قطع عليك كم وزير طاقة أربعة أربعة اللي هني بلا ما تسميهم هلأ كلهم بس بحقبت التيار الوطني طبعا طبعا من 2010 بعد 2010 ووزراء ما بعد 2010 فنحن ليه وصلنا لهون بالأول غير أنه قصة المشاكل اللي هنحن نعرفها بس كل الوزراء الطاقة اللي قطعوا من الأيام التسعينين إلى هلأ في كلب مشهور كل عنا بتتداول وكيف كله بيجي بيوعدك بأربعة وشرين ساعة وأنه رح تزبط وطنعش وما كانت تزبط شو المشكلة الرئيسة بنظرك بقصة الكهرباء خليني إن شاء الله يكون عندك وقت يستوى يريد عندك كل الوقت أول شي خليني ذكرك وذكر المشاهدين والمتابعين أنه كهرباء لبنان شهدت نهضة بين انهيارين للليرة بالتمانينات بالتمانينات كان فيه صندوق دعم المحروقات بمصر في لبنان اللي بيدعم محروقات السوق محروقات كهرباء لبنان واللي كان من أهم أسباب سقوط الليرة بالتمانينات واللي استمر للتسعينات هذا أول انهيار بالتسعينات بعد ما فتنا باتفاق الطائف ومرحلة إعادة الأعمار شملت خطة إعادة الأعمار بند لقطاع الكهرباء وتنفيذا لها البند عبر الإنماء والأعمار تم بناء معملين جديدين بهذاك الوقت جديدين هل بوقتها كان وزير إليحبالي؟ داير أعمار داير أعمار والزهراني بينشو تسعمائة ميجا وبمفروض يمشو كمان على الغاز ولكن على الغاز بوفر ولكن بيحرم المنتفعين من عمولة ومنافع الفيول والفيول المغشوش بوقتها ليش أخد وقتها الرئيس الحليلي هيدا الخيار لأنه أفضل كان بالغاز كان فيه مشروع أوفر بس كان فيه خطة لاستجرار الغاز صحيح نحن مشاركين شاركنا بالخط العربي تبع الغاز اللي يمروا عبر مصر لأنه كان فيه تصور إنه مفروض وهذا بيوفر حوالي 300 ل400 مليون دولار بالسنة الغاز بيوفر على البيئة أقل ضرر أوفر وأقل ضررا وأقل كلفة يعني من كل النواحي هو خيار جيد جدا هالمعملين ترافقوا مع رفع التعرفي في ذلك في تلك الفترة هالتعرفي تصبت على أساس برميل نفط بـ 28 دولار وأمنت التوازن المالي للمؤسسة وتم تأهيل الشبكة وصارت المناطق تتغزى بكتير منها بـ 20 ساعة يوميا وعلى ذمة مدير عام كهرباء لبنان الأسبق الأستاذ جورجو معوض اللي من وجهله تحيي بيقول إنه بأول سنة بعد هالنهوض حققت المؤسسة مية وخمسين مليون دولار ربح حالو هالمرحلة كان يجب أن تستكمل بتنفيذ وتطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء الـ 462 على 2002 الذي لحظة تشركت كهرباء لبنان يعني إدخال القطاع الخاص إلى أنشطتها وكسر احتكارها وإنشاء الهيئة النازمة اللي مفروض ترائب هي تعطي تراخيص الانتاج وترائب أداء كل القطاع وترفع تقاريرها وتقترح التعديلات والتصحيح اللازم عزيم وإنما هالهيئة هاي المفروض حسب لأنه تكون مستقلة عن الوزير لأنه الامتيازات والتراخيص الانتاج كانت من صلاحية مجلس النواب مجلس النواب رأى على التطور العالمي بهالمجال وفات بيتوجه نحو اعتماد الهيئات النازمة فإذا هيدا صلاحية تخلى عنا مجلس النواب مقرطات قلوب الدستور لحتى يتناسب ويتماشى مع تطورات العالم أنه خلينا نعمل هيئة تتصف بالديمومي والاستمرار ما تكون توجهات القطاع مربوطة بوزير ومزاج وزير لأنه كان كل وزير يجي يحيط مزاج اللي قبله ويرنجي مزاج آخر كيف نربط الهيئة مع الوزير أنه بتنقل توصياتها واقتراحاتها عبر الوزير لمجلس الوزراء مش الوزير هو اللي بيعيد صياغتها حسب رؤيته بيقدمها لمجلس الوزراء يعني هي حضور شبه مباشر مع مجلس الوزراء يعرف مجلس الوزراء شو عم تقول وشو اقتراحاتها وشو وجهة نظرها وشو تدابيرها وشو بتشوف مناسب للقطاع وبتابع تطورات القطاع فهي الخبرة هي ميزة أساسية الاستمرارية ميزة تانية استقلاليتها عن الوزير هي ميزة تالتة لأنه صلاحيتها إذا بدك أصل منشأة من صلاحيات مجلس النواب بالدستور وين كسرت هالشالي؟ كسرت يا سيد أنه أجل الوزراء لأنه هاي دي بتقلل مصالحيتهم بتخلق هي مستقلل عنه وبنفس الوقت واستبدادهم وسيطرتهم وتحكمل واستقسارهم بالسلطة طبعا وتبقي على القطاع كما هو يستخدم المحروقات التقليدية اللي فيها إمكانية غش ويعني إذا بدك بالنوعية وبالكمية وبكيفية الاستعمال والفوضى التي تسود كهرباء لبنان حيث الكميات وإمكانية ضياع كميات تصور أنا بحكي لي مدير عام أنه لما كانت المؤسسة بعزة كانت مدرية الانتاج تلاحق الكمية اللي إيجت لا تتأكد من أنه نوعيتها جيدة لا لأنه كانت مديرية الانتاج مسؤولة عن كفاءة الانتاج بمعنى أنه الراندمان طبعا هالكمية اللي استوردتها عم يعطي كم ميجا وات أو كم كيلو وات فكانوا يسألوا أنه أنت الشهر الماضي أو الفترة الماضي استخدمت هالأد محروقات انتجت هالأد كيلو وات ليش اليوم أنت عم تنتج أقل بكميات نفس الوزن أو بالتناسب فإذا المسؤول تيبرر فكان بهمه أنه يتأكد من جودة المواد والمحروقات لحتى يضمن أنه يكون هو عم يعطي الكفاءة المطلوبة منه ويكون مسؤول عنها هلأ لما استمروا الوزراء بتجارة المحروقات والديزل أويل ويعملوا تركيبات وكانت دايما بتاريخ المؤسسة والوزارة في عيال بتحكم الخطاع مزبور عيال بتحكم يعني بتزيح عائلة بتحل محلة عائلة تانية من معارف الوزير وهون خلينا شير لنقطة كتير مهمة استاذي الكريم الحكومة اللبنانية بـ 92 كمان تماشيا مع تطورات العالم راحت باتجاه تعاون مع القطاع الخاص يعني اخدت قرار بـ 92 بيقول انه شكلنا لجنة من خبرة ومدرع عمين ووزرات اللي بترائب المرافق العامة خلينا ندرس اعادة نظر بهيكلية ودورة دولة ومؤسسات وتشوف شو الحيز اللي فينا نفسحه لا القطاع الخاص ليفوت يساعدنا لانه الدولة ما عادت قادرة تمول وهو عجز عجز بموازنات فاذن خلينا نروح نحو الاتجاه الخاص هايدي القصة هايدي التوجه استغلوه بعض وزراء ما بعض الطائف خلق جيل بيجي وبيقول بيزهنوا مازال الدولة رايحة باتجاه الخاص يعني انا بعرف ناس برتب لهم دفتر الشروط فصلوا على اياسهم وبخفض المهل وبطلق المناقصة مرات من خارج الاصول ومن خارج المنصات الانونية بيروح على منصات غير انونية مثل الاديشة مثل المركز اللبناني لحفز الطاقة مثل المنشآت اللي مفروض تكون اندمجت من سنت السبعة وسبعين اندمجت بوزارة الطاقة ولم تدمج فازان كل منظومة القطاع متروكة ومتروك فيها حضائق ومساحات يلعب فيها الوزير كما يشاء وزير ما بعد الطائف فازان هون كان العلي انه القطاع الخاص ما استفدنا من تجربة التعاون معه بسبب هالذهني بش بغير محلات تستفاد يعني بالاتصالات بالاتصالات كمان بالاتصالات لك اذا ما فيه منافسة واسعة وما فيه نازيهة وشفيفية ما بيكون حققنا الغاية خد خد البريد البريد من السبعة وتسعين بعدنا محكمين بنفس الشركة واللي اصلا كانت بالطراضي واللي اصلا كانت حصة الدولة منها عم نستطرد هلأ خمسة بالمية لقاء يعني مجموعة خدمات بتقدمها محدودة اطورت اطورت الخدمات اللي بتقدمها ليبون بوست بشكل هائل الامن العام البسطورات الهويات اعفوا الاخراجات الايد معاملات الخدم تدفع للجامعة اللبنانية البريد تبع الوزارات الاستفاء الرسوم زاد حجم زاد حجم عملها وخدماتها بشكل هائل وبقيت عم طاعة الدولة خمسة بالمية من حصتها الى ان تفجئنا من فترة بانه زادت رسوم البريد من حوالي ستين الف او تمانا وخمسين الف لستمية وثلاثين الف سألنا معادي الوزير طلع انه هو دي الزايدين على الفاتورة بدل او تكاليف معالجة هاي دي ما بتدخل بحصة الدولة معالجة لمعامل تكاليف معالجة بقول انت الراسم شو بيغطي بيغطي تكاليفك يوم متى الوزير سمع ونفى معرفته وعدنا بانه يقلنا بس يحقق وين القصة خرجه ولم يعود لانه بقيت القصة كما هي عليه قال شو كل شي عم يحاول الوزير رفع حصة الدولة من خمسة بالمية لعشرة بالمية وقامت الحكومة يا سيد الكريم بها الازمة هاي مررت ارار بيسمح لليبون بوس تسدد المتوجبات عليها للدولة على سعر الف وخمسمية وطلبت من الوزير يعطيها براءة زمة هاي دي تجربة من تجربة القطاع الخاص تجربة الخلياوي دفعنا خمسمية دولار حق الخط وجبنا شركتين ما فتحنا منافسة ما فتحنا مجال للمنافسة الواسعة يعني فرصة التعاون مع القطاع الخاص افشلوها بسبب فساد بعض الوزراء هل هي الفساد يعني انا بدي ارجع لموضوع الكهرباء لانه هذا شيء كتير اساسي هذا له علاقة بانعاش الاقتصاد الكهرباء مش انه هو نفسنا عامل حيبة واساسي بكل القطاعات بالظبط وبحياة الانسان اليومية بالظبط والصحة والصناعة والزراعة والسياحة ذكرت الشغلة كتير مهمة انه اجا جيل جديد من الوزراء جيل وزراء ما بعد الطائف نعم بلشوا يفكروا بالسياسي كبزنس كي بدين يستسمروا بالمواطن يعني صاروا يشوفوا المواطن لحتى يدعموا حزبهم لحتى يمولوا يبلوا امبراطوريات سياسية وشخصية على حساب المال العام والمرافق العام وين ما كلهم صاروا اغنية يعني وزارة الطاقة الفشل اللي صار ادنى اداء كان بوزارة الطاقة كان علائية منتقريبا والله لك اعدى الموضوع اعفيني منه لانه الخلاف حاد بيني وبينهم وبيتهموني انه انا بهاجم الطيار انت مش عامل هاجم طيار انا خلاني حكي طريقة علمية انا انا انتقد اداء وزراء الطاقة بالزبط اللي عرفتهم وعيشتهم وعيشتهم بشكل مباشر وقريب ويومي بعرف انه ممارسات فيها كتير من الاستئثار بالسلطة والاستئثار بال الاستهتار بالقوانية الاستئثار بالسلطة وفي رغبة حادة للسيطرة على امكانيات الاستثمار بالقطاع لعشرات السنوات القادمة هيدا النهج ويمكن بغير مطرح مش بس هنا يمكن بغير مطرح نفس الشي برجع بقلك صاروا هاد الجيل من الوزراء يشوف بالمواطن زبون بالضبط يعني هادي كلمة انا ما خلونا انا هاي اللي بدي ارجع فيها ما خلونا بوزارة ما خلونا نعمل مثل موادنا ما خلونا نخالف على طريقتنا لان احنا منشوف هيك مصلحة الدولة يعني تخيل الوزير يقول لك ايه الوزير له حق تقدير الانون كيف بيتطبع لا يحقق المصلحة العامة لا يا اخي الانون نافذ بحد ذاته وتطبيقه هو اللي بيحقق المصلحة العامة لايك مثلا بيقولوا ان الوزير ملك في وزارته له ان يفعل فيها ما يشاء بتسأله كيف بيقول لك المادي الستة وستين من الدستور اعطته صلاحية تطلع بالمادي الستة وستين واضحة بتقول الوزير يدير مصالح الدولة ويناطوا به تطبيق القوانين كلهم فيما خص وزارته فاذا المجلس الوزراء مسؤول عن تطبيق القوانين والوزير عنده هالصلاحية هاي او هالواجب هالموجب هيدا هو مش صلاحية مش اوبسيون انه هو بيحب او ما بيحب يطبيق القوانين فهو مفروض يطبيق القوانين هنا شو بيفتردوا انه القوانين يناطوا به يعني هو بيقر اذا بيطبق او لا يعني فلسفة سمجي اذا بد ليش بتمرو لانه الكل متفقين على انه يميرسوا هال هالصيغة يميرسوا هالصيغة من التفسير واذا بتشوف كيف نشيت هاي كيف مشيت انا بقول رأس الفساد بوزارة ما هو الوزير اذا الوزير مش فساد ما بيمرو الفساد هلا لما بيكون الحكومة مشكلة من وزراء فيهم فسدين وينتمون الى كتل نيابي كبير ووزني مؤسرة فاذا كلهم بيتفهموا على انه ننرق ونتقاسم مصالح وملفات ومشاريع ويتحول مجلس الوزراء في هكذا حالي الى هيئة نازمة للفساد يعني هلأ بالتجربة اللي عم نعيشها من فترة وصلوا البواخر طلبهم الوزير او وزارة الطاقة قبل ما يكونوا مستوفيين اجراءاتهم الانونية لا يقدروا يفتحوا اعتماد ويأمنوا كفالة ويدفعوا للمتعهد ويقدروا بعد ما يستلموا فوقفة البواخر وكان فيه مخالفة واعتراض من نهاية الشراء العام وكلفونا غرامات يمكن عشرين مليون دولار واتدخل مجلس الوزراء وكان مفروض انه حسب قانون المحاسبة العمومية كل من يعقد دفقة دون توفر الاعتماد بيكون مسؤول شخصية بأمواله الشخصية عنها يعني لما الوزير بيتفق مع شركة انه انت رسيت عليك من ناقصة جبيلي لبضاعة يعني هو عم يعقد نفق قبل توفر الاعتماد يعني هو مسؤول عنها بماله الخاص فاجت الحكومة يومتا كسرت رأي هيئة الشراء العام وابلت بالمحروقات على حالها ومعرفنا كيف ستروا في ضيحة ملايين الدولارات لقاء الغرامات اللي نتجت عن التأخر بتفريغ المحروقات واليوم ندعو كمان مجلس الوزراء لانه كمان وزير الطاقة ما زال يمارس صلاحيات هي ل مؤسسة كهرباء لبنان كيف يعني كهرباء لبنان رفعت التعرفة ومفروض انه شير عنده توازن مالي وعنده مليارات اللي رات بحسابها بمصر في لبنان والمحروقات لصالحة بس سايد نوت هي إلى حق هلأ تقبض الفاتورة بالدولار هي اوبسيون مش واجه هي اوبسيون مش واجه لايقولون بيلايقولون بهيئات الاجتهاد القضائي لايقولون انه فيك فيك بس ما فيك تلزم وانما بعض الجبات عم يحاولوا يعملوها الزمية ويهموا الناس بانه يترك لك الاشعار بانه بالدولار بس هوي بيترك لك اشعار مش الفاتور قابل انه حضر لي دولارات هيدا في خطورة وانا حكيت عنها لما انت بتعطيه دولار للجيبي والجيبي بعد فترة بدي يودردهم للشركة المقدمي الخدمات التي يعمل لداها وشركة مقدمي الخدمات بدي ترجع تجيرهم او تحولهم لحساب كهرباء لبنان بهالفترة هاي بين الابض والتحويل اذا تغير سعر صرف الدولار امز لفوق طلوع او نزل مين بيضمن ان يعترف الجيبي واو شركة مقدمي الخدمات بالعمل اللي ابضه مش يعترف بالعمل اللي بتناسبه يعني طلع الدولار للمية الف للمية وخمسين الف بيقلك انا ابضت ليرة تفضل طب اديقه لوليد فياض الوزير فياض هل هو مكبل مزبوط بالمية مية كتير مش شوية محاصر 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 مثل لبنان يعني يملأ او يحاولون املأ القرارات عليه يوميا ويتدخلون في شؤون الوزارة بادق التفاصيل هذا لانه هو معين من اللي عينه يعني من اللي ترحل والله لك انا بقول احترام الذات واحترام نفسه الانسان ولا يترك ذكرة جيدة عن ادائه مفروض لما بيضغط عليه او تمارس ضغوط عليه لحتى يعمل شيء يستقيل وكان بالنسبة لحاكم مصرف لبنان بالزمان او لكهربة لبنان والمسؤولين فيها او لوزير الطاقة شو بدل هذا الشيء اذا ما استقال بدل يعني هو بيحمله مسؤولية انا مفروض انا بقول لو مجلس النواب عم يمارس سلطة سلطة رقبية بشكل جيد مفروض كل وزير بيخالف وبيرتكب وبيفشل انا بقول لازم يمنعو يرجع يجي وزير لازم يمنعو هاي دي لازم تصير بالدستور اصلا انت بحيالها شركة اذا اذا مدير كتير كان فاشل وفوت الشركة بالحياة ما بيرجع بيتوزر بس اني بينظروله كيف انه كان مطيع واستجاب لرغبات الجميع وقدر يعمل المحاصصة المطلوبة وتمريرها بصمت وبكرة ويمكن مصلحته ومنفعته هو كمان بس انا بقول على مستوى سمعته وكرامته مفروض ما يقبل اي مسؤول بموقع ما ان يوقع على معاملة غير مقتنع بقانونيته وغير قادر على تحمل مسؤوليته طب قبل ما ارجع شوي للماضي قصة المطار انت مطلع عليها هلأ مثل ما عم بيقولوا انه بهاي ده الشي مصيبة انت خاصة بموسم سياحي طبعا عم تدعي المقتربين عندك حرب السياحة والمطار مش مسؤولة ورغم الحرب ورغم الاشاعات ورغم التليغراف وعم يجو العالم وهذا شي بالزبط فهلأ عم بيقولك انه انا قدرت المطار تشغل 4-6 ساعات لوفت هانزا وسويس آل غيروا لحليتهم شو يعني شو بيعني هيدا عمين تقع المسؤولية لكن هيدا دليل على عدم الشعور بالمسؤولية عندي كتير يعني الصمن المسؤولية بين ادارة المطار انا بيقولك اول شي دولة ووزير دولة رئيس الحكومة والحكومة هو المعنى باداء الادارات والمؤسسات والدولة كلها بالزبط هو مسؤول مباشر لما بيشوف مشكلة او صعوبة او مخالفة عم تتكرر مفروض يبحث بخلفياتها وانا بيقولك اللي شو خلفياتها ويحط الية تضمن انه هالمجريات الامور او سبل الوصول لشراء المحروقات وتأمينها يكون مضمون مسبقا مش من نترك الوزير يتصرف على زوءه ويطلب قيمة ما بده من يعني بيطلب من خلال الوزارة لمؤسسة كهرباء لبنان ومفروض لما بيطلب وزير الطاقة محروقات لصالح كهرباء لبنان مفروض يعرض المناقصة ونتائجة على ديوان المحاسبة يعني مستولين على صلاحية المؤسسة ويتهربوا من رقابة الدوان عساسية لصالح المؤسسة ومن ناقصاتها ما بتخضع على رقابة الدوان يعني اللعب ها بتعتقد هي ممنهجة ام استهتار لا ابدا ممنهجة مقصودة منظمة بشكل دقيق منظمة بشكل دقيق آلية الفساد اللي ما اعتمدين بهالوزارة وبغير وزارات يعني شي مدروس بإتقان وبيمرق بتعرف كيف بيمرق بيمرق اول شي من ضعف الموظفين اكيد معلون ظهر والمدرع العامين بس معلون المعينين منهم كمان طيبة لا لا انا معينيني انت معينينك كنت ايجها سياسية لكن يعني مين كان تعرف الوزير الطاقة كان متحمس وكان يعني مهتم كتير لانه غسان بايدون خريج دوان محاسبي على مدعش السنانية انت ايه بصدود سنة الاول انت خريج دوان محاسبي ومعروف انه ما عندي انتماء سياسي ما عندي انا رجال حر انا رجال حر وبيحترم نفسي كتير وما بيقبل وانا من الناس اللي كانوا ممكن يستقيلوا اذا تعرضوا لضغط وانا الجهة السياسية بصراحة اللي بيتهموني اني منتسب الى بيقلك بصراحة دولة رئيس ما في مرة لتقايد فيه الا بيقلي غسان غسان الانون قال لي نحن وقفين جنبك لانك ملتزم بالانون اياك غير الانون وانا مشكلتي معهم بالوزارة اني كنت طبق الانون تقل لك شو فيه بالانون يا عزيزي بالانون المدير العام يؤشر على جميع المعاملات التي ترفع الى الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها يعني اذا متفق مع الانون والنظام بيرفع بيقول له مع اقتراح الموافقة انا بيقترح الموافقة او المدير العام اذا فيها مخالفة بيقول له وين المخالفة ويقترح عدم الموافقة اوكي بيقول الانون على ان ترفق هذه المطالعة الخطية مع المعاملة وتحال معها الى المراجع المختصة يعني لما الوزير عمي وافئ على صفقة لكهربى لبنان بخالفة للانون انا بدي اقول له اكيد ولازم تكون مطالعة مرفقة بارار الوزير اللي بيعته على كهربى لبنان لتكون كهربى لبنان مسؤولة عن معرفتها بالمخالفة ولا بل انه كمان انون تنظيم ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وله ان يبلغ يعني على التفتيش ليه ان ابلغ والتنظيم الديوان علي ان يبلغ خلال الاسبوع عن اي مخالفة تقع تحت علمي وقلق ولاحق بالمواد 6061 انا كنت امارس بكل شجاعة واسرار هذه المسؤولية فبقاموا اتهموك بوقتها لانه تعيينك جاي من جهة سياسية معادي ابدا او لك من وراه انا استعملت الانون بالمحل المناسب مش محل بالمحل المفروض انت وبدقة وبدقة وبجرأ اعتبروه هيدا انه عرقلي عرقلي عزيزي اذا عرقلي لاش ما بتخلق بس كيف عم بتصير عادة عن هذه الاعتبارات وهذه انه انه المشكل السياسي اللي بيصير برا بيترجم بالوزارات انت مشيت على القانون بيعتبروا لانه يمكن جاي انت معين ولو انت مانك محز بس تم اختيارك بالمكان المناسب لانك الشخص المناسب تم اختياري من قبل من قبل في حماس انا يا سيد الكريم بنتيجة المقابلة اللي عملناها طلعت الاول بامتياز وبالاجمع وهيدي النتيجة بمحضر في ثلاث وزراء حضرين فما حدا يعني له جميل الا انه كان فيه مانع كان فيه لبعض الجهات او اي جهة كان فيتوا انا ما بدي ولا مناش حماد هيدا قلية ما بدي انا ما بدي بدي حدا تاني طبعا بيصير فيه مساومي دايما ولكن كانوا متحمسين الكل كانوا متحمسين هلأ اه ليش كانوا متحمسين هل جديا لانو مقتنعين بكفائتي او كانوا متصورين او انا لا انتمي وممكن ارضخ ووقع واسكت ايه يمكن ما عندك ضغر او ما لك بكل اسف برجع بقولك برجع بقولك انا من اكتر الناس اللي كانوا اللي اصيبوا بخيبة امل جيت لقوقف بجانب وزير لشارك بمعالجة ازمة مزمنة بتهم كل بيت وكل مواطن ولكن فوجئت بانو لأ انت بالطور رائك وبتسكت مع انو لأ الانون بيقول لأ بقول رائي وبتابع مش بسكت نعم طب هاي دي خين نرجع للماضي يعني انت من تجربتك اول ما فت على الوزارة وبعدنا عم نحكي عن انو تفاجأت وصار عندك خيبة امل دليتك عن تعمل شغلك انا بدي شوف وين الخلل بلش لانو قلتلي قبل على الجيل السابق انو الجيل الجديد بلش يفكرك انو المواطن هو زبون وين بلش الخلل لانو في كسرة من بيني من وقت ما بلشت فت بالوزارة والوزير الوقت عدت على وزير بسيل انا بلشت هون في ديكلين وصار يتخف تغسية الكهرباء وبنفس الوقت يقو اصحاب الموترات انا بدي عارف شو اللي علاقة صارت بين اتنين هل هي كانت ممنهجة ام هل هي كانت بلزار انو والله صار في ضعف بالتغسية فيه اعراض سياسية وفيه مركزة بالتالي لحتى نمشي امور المواطن اولا اصحاب الموترات لقل لك بدقة وبمسئولية شو اللي صار تماما اخذت وزير الطاقة موافقة من مجلس الوزراء على ورقة سياسة قطاع الكهرباء هالورقة هاي بالالفان وعشر اخذ الوافقة بتقول انه بتقدر وزارة الطاقة تستعين لفترة تمهدية بين 3 و 4 سنوات تستعين بالبواخر تستعين بمقدمين الخدمات البواخر اللي تعويض النقص لتأمن النقص بالانتاج او تأمن حاجة افضل والمقدمين الخدمات اللي يحلوا مشكلة الشبكات اهلوها والمحولات لانه صار فيه طلب كتير بالاحياء والمناطق على الكهرباء ما عادت لمحاولات كيفية ويركبوا شبكة ذكية لخفض او وقف التعليق والهدر والسرقة على الشبكة بالزبط هاي دي الخطة كان كلفتها شي 800 مليون دولار صاروا صار فيه مليار و 200 واكتر وبعد ما نحلت والتعليق زاد الهدف التاني من مقدمي الخدمات كان تحسين الجي باي والفوترة الفوترة والجي باي وهون بحب نبه لفرق هون طلعت شركة باس لفرق كبير بغض النظر على الشركة لكن الفوترة غير الجي باي شو الفرق بين الفوترة والجي باي الفوترة هو قداش منها الكمية الكهرباء اللي بتوضع على الشبكة بالزبط بيتصرف المشتركين قدام منها بيمروا عبر العددات يعني قدام منها بيستمد بشكل شرعي وقداش منها ما بيتسجل على العددات يعني يستمد بطريقة غير شرعية هاي دي هو هاي دي هي الفوترة هلا بتسأل قد نسبة الفوترة يعني قداش تم الاعتراف بالطاقة المنتجة والموزعة على العددات وقداش ضاع هاي دي النسبة هي اللي بتخوف يعني نحنا كنا نضيع حوالي 30-32% قبل 2017 كتير كبيرة نتيجة في عندك لهدر الفني يعني شبكات النقل منة جيدة بدأ تأهيل تتخفضها وكان في مشروع تخفيضها من 12% إلى 6 و5 و4 إلى ما هون وعندك الباقي هدر غير فني هو نتج عن التعليق مبالع كان في عندي عم راجع ورائي سنت تتصور التسعة وتسعين في بروتوكول فرنسي عملنا دعم لنا دراسي للتعرفة بالتوصيات بالآخر أول وحدة يوقف الهدر غير الفني يعني السيطرة على الشبك من أي سنة الناس بتسروا من تسعين هلأ مع الانهيار المالي والضغط الاقتصادي يعني اللي كان يستحي من السر أبطل يستحي يعني الرادع الأخلاقي تلاشى بالزبط وارتفعت نسبة الهدر إلى أنا بتقديري 60% حسب المناطق حسب المناطق في مناطق فلتين كتير وفي مناطق ميسور يعني بيروت الإدارية مثلا صعب تروح أنت على الوسط التجاري ما بعتقد أنه صحاب الشقة هونيك والمؤسسات بيسروا كهرب هلأ فيه تواطق ببعض المطارح اللي فيها محطات المؤسسة حتى يعدل ما تسجله هالمحطات يعني اللي بيحكوه عالتا بيستعملوا بالخطبات أنه مثلا الضاحية أو جزء من الضاحية ما بيدفع أو الأزاع كتير هيدا أمر هيدا أمر يخضع للمزاج السياسي هيدا مزاج السياسي بس يعني فعليا على الأرض مزبوط الحديث اللي بنعال ولا لا فيه تفاول بالأزاعية أنا بعرف ما تسدوا بمنتجعات سياحية بيكسر وين آه مرافو هيدا الحك اللي بدي أسمع كان فيه كابل ممدد تحت الأرض ولعاية الكبيرة معروفة كان ممدد تحت الأرض واكتشفوه وقفوه وعم يسرروا كهربا كان فيه معمل 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 ألومينيوم بياخد من الدولة بياخد من دون العددات يعني بيسرق بيسرق يعني ماخد كابل بيسرق أد ضيعة بتابع لجهة سياسية معينة طيب أكيد لو ما فيه حماية ما بيعملها كمان كماشو وضبطوه ودفعو المبلغ المرؤوم آه وضبطوه بس طيب كانت الدولة كانت المؤسسة هاي سنة عم تحكي بالألفان وثلاثة كانت جدية أكتر آه أوكي عم بحكيك هلأ كانت الدولة لا لا هلأ 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 يعني ما عدك فكرة أنا فيني فيني إليك إنو وزيرة الطائب لألفان وثلاثة عش كان المزاج السياسي رايق قالت لأ هيدا حكي سياسي والمناطق بتشمع بعضها عمل لك بيستعملوها حسب الظرف حسب السياسي إنو فيه توتر بس ما فيه أرقام يعني أنا شخصيا لا أثق بأي رقم نظب يصدر عن كهرباء لبنان تصور أنت كهرباء لبنان لحد هلأ محتفزة بفواتير قوات الرجع العربية هتمزح والن والن هذه أنا كنت بالنياب العامي بالدوان وبالالفين وعشرة كلفوني أوضع تقرير حول أسباب تردي أوضاع المؤسسة شو حطيرهم بفائلات هالقدم السبعينات يعني بأدو ربطيرهم بخطان هلأ الوضع خطير بكهرباء لبنان بعد انفجار المرفأ عزيزي في قصص طارت في قصص طارت وفي قصص فيه ان يدعوا انه طارت تخيل مثلا انت ذكرتنا بحادثة حرق وزارة المالية في الـ 97 ما نزل مخفر درك يعمل محضر وقت الطوامة وهلا بكهرب لبنان ما راح حدا ضبط المستندات وتأكد من وجوده حفظه بمحل امن يعني هلا انت شو بيخترع بالك تسأل المؤسسي لجواب حاضر انه طاروا من الشبابيك وحطين صور فهيدي الفوضى وإهمال الإهمال للرقابة مخيف بالبلد وهو اللي أدى إهمال للرقابة مؤسسات الرقابة القضاء مجلس النواب كسلطة رقابية هيدي كلها مشلولة كنت عم تسألني كيف يمرق الفساد بيمرق الفساد من عدم ممارسة المواقع الرقابية لدورة وصمتة وسكوطة عما يجري إيه بس كمان يعني يا بدعم أم بخوف من الحزب السياسي اللي هو ماسك هذا الشيء إذا بتلاحظ إذا بتعملك إذا بدك دورة على كيف موزعة المواقع الرقابية والقضائية مقسم الدولة لمكينات مكينات كل قوة سياسية لها مكينات تستطيع التأثير وعلى طول الملفات بتضيع بالأخير بالدهليز وين ما بعدت ملف إلا ما تلاقي بدي وأنه عادوا لكش بتصير بيحطوا ملف بين ملف خيره هذا بيشر ذاك وكان الله يحب المحسنين والأجهزة الرقابية يعني قد ما بتخضع لضغوط سياسية مخيفة مرات بتجرب تدور الزوايا وتعطي رأي ملتبس مش واضح ومش صريح وعشانك بتضل تمرق المخالفات ومستمر المخالفات صار انهيار مالي طاروا أموال المودعين وقفل ست الدولة وفقدنا الثقة من كل العالم برا وما زالت الممارسات هي زيتها ولا أي نية ولا كأنه في شي تغير بعد وزير الطاقة حتى لهم الضغوطات الدولية بعد نفس التصرفات وزادت أكتر بعد وزير الطاقة بيطلب محروقات للمؤسسة ما عنده اللي يجب المؤسسة تطلبها وقبل توفر الاعتمادات وبجرد بيمررها بالقوة برغم المخالفات اللي فيها لأنه خلاص يخي فيه نهج أنا بقول لو ما فيه منافع خاصة ورا هالمواقف والنهج ما بيستمر هايك لك منافع منافع وتقاسم منافع محاصصة برجع أقول مش جهة وحدة بتخالف وهني كمان أي حدا بتسأله بيلك لش نحنا ووحدي ولو شهد المخالف الوحيد بالضبط خليني أربطها لبسطها للمستمعين واللي عم يحتلوا فيه عندك الحزب السياسي المسيطر اللي هو بده يعطي للوزراء طبعوله وفيه من جزء المحاصصة بس فيه كمان ذكرت اللي عيال يعني عيال اللي كانت عم بتوفر الطاقة والفيول هاو دي كمان كارتالي من سميههم كارتال ولا ارتباط بالسياسيين ولا ارتباط بالسياسيين وكمان فيه يعني فيه تفاهم حول تقاسه ومعين من خلاله بالضبط يعني أنا بتذكر مرة لما كان حدم خبر المزارة لإتصالات لما كانه الرليات السليلور اقترحه وقته وجيبه من ألمانيا انه تصير نص نص هايبرد يعني بتاخد من الطاقة الشمسية بتصرف أقل فيول ولما يخص الفيول بتمشي على الطاقة هيك بتوفر أكتر لغوها وقته من صديقك لأنه بتخف من شراء الفيول وهيك بالتالي لما وصلنا بالأزمة تعطلت رليات الشبكات كلها حتى بالإنترنت حتى واجه ليه لأنه ما فيه فيول كان بوقتها سو بالتالي كأننا نحنا انقذنا كشعب أو كخدمة للمواطن للمواطنين إذا كان شغالي بعدها بهايبرد على السولر أو في حل نفس الشي هلأ بالإنترنت ستارلينك أنا عرفت من مدير عام وزارة الاتصالات للصيانة الغش على كل المسؤولين أنه عملوا كل الاتفاقية أنه سي في حال صار في حرب حكوا مع ستارلينك أخدوا موافقة الأمنيين وأنه إذا صار في حرب على القليلة إذا ضربت البنية التحتية عام بلبنان بيكون عنا ساترايت البديل وقف هيدا الشي لأنه ما فيك تقرشها واقترحوا لبعض جهات السياسية مش حنحكمين أنه لأ أنا بعمل سنترلايز بيخد أنا كشركة من ستارلينك وأنا بوزع للمواطنين هيك بيعملوا مصاري أكتر دائما بدي يكون في طرف تالت بينما هونيك لا ما في طرف تالت فبالتالي أنا هون بدي أرجع لك للمبسطة أنه هون في عيال في المصالح اللي بتدعم السياسي السياسي اللي بتدعم البوليسيز القرارات وهيكي ماشي سلسلة الفساد عيال بتلعب دور الوسيط الوسيط قبل ما نروح على حديث الحلول واللمركزية إذا بدك تصرفني الوزارات عبل الأحزاب بعرفي ممكن ما بدي أحرجعك بس بنفس الوقت يريد تقدر تقلي أنه الوزارات الطاقة لم كانت مستنمينهم وزراء من كان الأفضل من كان الأسوأ رغم الكنتكس أنا بقل لك الأفضل بما لا يدع مجال للشك أبدا للمرحوم الوزير سلامين ترابلسي سلامين ترابلسي كان قاضي بدوان المحاسب مدة عام وأنا اشتغلت معه بالنياب العامي وتعلمت على إيده كتير وبقينا أصدقاء لحد ما توفى قبل بيومين وكان رجال كف ونضيف وعقل ونضيف ومستقيم وما في أنزه منه وعلى فكرة قصة النفط العراقي بلشت من أيامه آه والله والله زوجته اتصلت فيي وعرضت علي أنه شو بدك من مكتبته لقيت بمكتبته مراسلات بينه وبين العراقيين شو حلو من سنة الألفين القصة مبلش بالتعاون بين العراق ولبنان هلأ ليك كمان حتى ما نظلم حتى ما ما بدي أدخل بالسياس بيقول لك شغلة لازم ننتبه لها لبنان بعد الألفان واثنين بعد هيد القانون أربعمية واثنين وستين اللي أنشأ الهيئة النازمة وما تعينات بالألفان وخمسة صار اغتيال الرئيس الحريري بالألفان وستة صار حرب تموز بالألفان وسبعة الحكومة اللي من اسمه بالألفان وثماني لفراج الرئاسي بالألفان وتسعة عدنا للطريق يعني بهالفترة هاي كانت فلتاني الأمور وما في ضوابط وأصلا ما عنده وقت الحكومة مش قادرة الحكومة تصريف أعمال أو من اسمه أو مشلولة أو من درش وعرجة ما قادرة تنتبه وتعالج فاستمر دعم محروقات كهرباء لبنان تحت عنوان مساهمة يعني مساهمة ما بتترجع لأنه ما كان فيه مجالة تزيد التعرفية ومتى وهذا كان أكبر هدر بالميزانية من الوقت هذا أكبر مصدر للعجز لموازنة العامة وأصلا مخالف للأنون يعني كيف أنت بدك تحمل لموازنة العامة عجز كهرباء لبنان أو عجز المحروقات وليك كيف بلشت القصة بلشت القصة مساهمة لتسديد عجز المحروقات يعني كان مفهومة واضح أنه كهرباء لبنان بتتحمل سمن 28 دولار من حق طن الفيون والدولة بتغطي الفرق تسديد عجز وصل البرميل تسديد عجز هيدا التسديد العجز بسحر سحر صار تسديد سمن المحروقات كيف؟ بالألفين واثناش طلب وزير الطاقة من مجلس الوزراء أن يوقف صلاحية وزير المالية بأنه يقططع من حساب كهرباء لبنان بمصرف لبنان ثمن حصتها من الفيون ليش؟ فما عدت يخد ما عدت يخد هاللي توفر لكهرباء لبنان من هالتغيير استعمل بي مقدمي الخدمات والبواخر فاتمادوا بالانفاق على مشاريع الوزير اختارها ولقى أنه لازم تنعمل بما أنه فيها مصلحة للدولة أو مصلحة للخزينة وطلع ما فيها شيء غير الضرر استمرت البواخر من 2012 ممكن للعشرين مدرير واستمر مقدمي الخدمات لليوم بلايك كانت غلط قرار تثبيت سعر البلمين ايه ما هو تأكيد كان غلط ما برجع بيلك الغلط وين بلاش الهيئة النازمة اللي بتعين هي اللي بتحدد التعريفة هي لازم تحدد التعريفات وترائبة بس ما كان فيه هيئة النازمة رفضوا الوزراء تعيينها مع العبوسة للحركة اللي وين الكسرة ليش سكتوا عن استمرار الدعم للكهرباء لانه تيدل تدفقات لفيول والمنافع عبر هالتدفقات ماشي ما حدا يوقفها يعني كل ما انت تسهلت بالانفاق وبزيادته كل ما كانت تحستك بطريقة من الطرق ومنافعك اكبر اكبر هيدا هو السبب طيب هلأ اذا وقفت شركة كهرباء لبنان مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة كهرباء لبنان هدي كل مرة بالاجتماع صلحت لنا حتى الوزير بولشركة ايه بزي مؤسسة مضبوط معكها شو البديل يعني اذا نحنا علامة مركزية اذا هل البلديات عندها مسؤولية هلأ انها تعمل مثل زحلة او هل زحلة هذي كل مرة خبرتني زحلة مخالفة طبعا فيك تحكيلي قبل ما خلينا منطلعا من زحلة ايه ننطلق علامة مركزية خليني خليني بالاول اللك هلأ حاليا شوية مشكلة كهرباء لبنان وازمة الكهرباء او محاولات معالجة الازمة عبر كهرباء لبنان كهرباء لبنان بظل الهدر والتعليق والسرقة والاستمداد غير الشرعي للطاقة اللي بيبلغ حوالي 60% مستحيل انك تقدر تلاقي حل عبره لانه قد ما وفرت له تمويل وقد ما وفرت له محروقات مؤجلة الدفع وهيبة وغيره تنتج تحط على الشبكة وتسترد مبلغ ضئيل منها لا يسمح لها بشراء كمية مواجهة بدأ قطاع خاص فاذا السلة عم تعبي فيها مي مستحيل 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 فالمشكلة هون مش مطرح ما بيحاولوا يسلطوا الضوء على انه مصرف اللبنان مش عم يعطينا والحكومة عم تعرقلنا والجهاد يخيي كهرباء لبنان من خلاله ما قادرة تسيطر على شبكتها وعمقلة في توصية من دراسة مورة من البروتوكول فرنسي من 98 بتقول اول توصية خفض الهادر والتعليق وخطة كهرباء لبنان خطة ورقة سياسة كطاع الكهرباء اللي بيسموها خطة كمان اول بند من بنودة ووقف الهادر والتعليق وتأمين 24 ساعة و اذا بدك تحرير الاقتصاد والخزينة من هالعباء فاذا مع كهرباء لبنان بهالوضع فالش لا تعالش لذلك بوقتها هل ما بلك بقصة الهادر سري بدي أرجع لك بوقتها الوزير الطاقة لما استنع انت جيت بتوصيات بكل المدرع العامين قالوا انه خي بدك توقف الهادر بالتالي اللي معلق واللي سارق كهرباء وين المشكلة التقنية عم بيحكيك انه ليه ما راحوا فاتوا على احياء وكذا وعالجوا هيدا الموضوع هذه ما في عندك ادري لا لا قال لك شو بقال لك ووفر عليك الخطة تلحظ تركيب عددات زكية وشبكة زكية مش بطرح الوزير بسيل وقتها بلا بلا كان طرحه وكانت خطة المقدمين الخدمات الاستعانة بمقدمين الخدمات خفض الهادر والتالي من خلال تنفيذ شبكة زكية شو يعني شبكة زكية يعني محولات على مداخل الشوارع زكية بتسجل قد عم يستمد منها وعددات زكية عم تسجل قد عم قد عم تستمد منها المحول والبرنامج الزكي بيعطي بيعمل مقارنة كل فترة قد عم يستمد منه وقد عم يستمد بيقارن وبيعرف انه وان باية منطقة في سرعة بيروح بيلحق بيشوف وان فيه تعليق وان المشكلة هون ساعتها هلا ما ركبوا العددات زكية ليش بس ما جيبوا بفترة عملوا حبصة وحيصة عزيزي مدير البرنامج البروغرام منجر اللي هو شركة نيدز اللي كانت معنية بمتابعة تنفيذ مشروع مقدمي الخدمات بالالفان واربعة عشر يعني بعد دخول وحيصة التنفيذ بسنة ونص تقريبا بتقول نيدز بتقول ان مشروع مقدمي الخدمات قد فشل فشلا ذريعا وبات يشكل نزفا ماليا للمؤسسة يعني اجت اسعار غالية واداء سيء وما قدروا يحققوا المؤشرات وبالنسبة للعددات مفروض حسب الاتفاقية او العقد انه هالعددات المعروضة المقترحة تجري تجربتها على الشبكة يعني بدك تحطها على الشبكة وتشوف قدها حجموا نوعية المعلومات اللي بتأدي لك هيها لتختار الافضل اجوا لحتى يمرروا عددات شركة معينة قالوا خلينا نجربهم بالمختبر يعني مش على الارض مش على الارض يومتها اعترض مدير يعني كمان مصروف يعني اكسبانس زيادة لا اذا عم تعمل تجيره اعمل مش هون المشكلة تجربتها على بالمختبر بالمختبر ما بتعطيك صورة عن امكانياتها اوكي صورة جدية وفعلية فاعترض مدير البرنامج فاقصي من شغلته قالوا له انت بتعرقلنا تركنا نشتغل مع غيرك جيبوا من يطيع ويوقع ويقبل وبرضو ما تم تنفيذ لا الشبكة الزكية يعني ما ركبوا حولات ولا ركبوا عددات زكية الا بمناطق محدودة على سبيل التجربة هلأ الدولة بفترة بفترة عزة اذا بدك كانت قادرة تواكب الحملات نزع التعديات وواكبت ونزلت خفضت الى حد ما ولكن ما تبعت ما تبعت هالحملات لماذا متابعت متابعت انا عم حاول دايما نحدد المشكلة لأكون المواطن عارف غير السلطة نعرف في فساد وكذا بس بالزواريب وبالمشكلة وين الشيطان يكمل في التفاصيل ليه عدم المتابعة شو نية من عدم المتابعة عدم القدرة على المواجهة مواجهة مع مين مع اللي عم معلقين يعني يعني انت فيك تضبط فيك تضبط النسحين فيك تضبط بعد الشوارع وبعد الاحياء ببعض المناطق من ان تستمد بشكل غير شري يا اخي اذا عندك خلية امنية معك ما في قوة امنية ما في قوة امنية تفعل هلأ خاصة تصور انه وصلوا وصلوا ليه بيسرقوا بيسرقوا الكابلات من العمدان وحتى صاروا يفكفكم المثبتات تبع اعمدت النقل وصاروا يفكوا الحديد فبتقل لي سيطرت شو بس انه الى حال ما تقل لي ما الى حال انه خلاص فلتت منها يعني لما بيكون سبب المشكلة كما هو علي اقتصادي وعدم قدرة الناس على تحمل الفواتير زائد عدم اكتراث المؤسسة والوزارة والحكومة بحاجة المواطنين عم يفرضوا علي تعريفات واجراءات مش قادر يتحمل المواطن مخنوق برجع بالك حتى رجل الامن حتى رجل الامن متأثر بالأزمة عكتر واحد متأثر وهلأ بيقول ظلنا الوضع الامني مين بدي يتجرى فات الاوان لا ويصير في الرشاوة بتاع لها الفساد بيكتر عم إلا عم إلا الرادع الاخلاقي الرادع الاخلاقي يتراجع راجع بالظبط مين فانا ما بروح شوف مظاهر المشكلة بعالجها بطفيها انا بدي يروح على اساس المشكلة وين هلأ بتعرف كهربة لبنان المتسرعة وغير المدروسة واللي فيها شي من الجزي والاستبداد والخوي على الناس والرسوم السابتي بدون تغذية بتخلي خلت مش بس خلت كل مواطن وكل صناعي يكفر يكفر بها تعرف خاصة صناعيين رؤر صناعيين في ناس عندهم محطات خاصة مكلفتهم مئات آلاف الدولارات قبل بإيام العز هلأ رح تتسكر ورح تصرف عمالة يعني مش نحنا لكن مشكلتنا لما بيكون المسؤول الكبير بفكر كي بدي جمع مصاري بغض النظر عن قانونيتها ومشروعيتها اللي هون بنوصل انه انت بس مم بتجيب مصاري طيب جيبت مصاري وجيبت سيولي وشو عملت فيه جيبت أقل مما يجب أن تغطي به ثمن المحروقات طيب نحنا فردنا تعرفي 27 سنت على الكيلو واط للي بيستهلك فوق المئة كيلو واط أوكي طيب انت بتقول تكلفتك 14 سنت ليش بدك تفرض 27 تعرف ليش ليش بدك تفرض بدل تأهيل غير قانوني لأنه التأهيل مغطى بالتعرفي أصلا ما فيك مضبوط مغطى بالتعرفي لأنه بدون يغطوا من اللي بيدفع عن اللي ما بيدفع وهذا اسمه خرق لقاعدة المساوات هاي بيسموها باللبناني تربشة تربيش هاي بيسمه خرق لقاعدة المساوات بين المواطنين تجاه الأعباء العامة انت تصور خطة الكهرباء بتقول صراحة أن بدل التأهيل هو لتأمين أو لتعويد العجز المالي المترتب عن دعم زويل الاستهلاك المحدود كيف اسمه بدل تأهيل وكيف لتعويد عجز مالي هلأ لما نحنا قدمنا طعن ومراجعة بالشورى أنا قدمته تراجعوا عن بدل التأهيل بشكل خجول سموه يحسن بدل التأهيل شو يعني يحسن يعني اليوم شلتلك كيه بكرة برجعوا بكرة برجعوا وشيدوا لعشرين بالمية الزيادة عن سعر صارف لأنه غير محق وغير متوجب وكان طالبوا مصر في لبنان لأنه كان الفرق بين سعر السوق سعر صارف عشرين بالمية فما عدوا له مبرر كمان تراجعوا عنه بصيغة لك الشطارة بالتعبير وتلعب على الألفاظ تعديل بعض القيم في الفاتورة الكهربائية بل ما يقولوا تعديل قرار رفع التعرفة قالوا تعديل بعض القيم الويردة في الفاتورة الكهربائية ليش تعرف ليش لأنه قرار رفع التعرف الأساسي ما عرضوه على الشورة وهيدي مخالفة جوهرية تعرضوا للإبطال لما اضطروا بنتيجة المراجعة والإعلام والضغط إنه بدل التأهيل والعشرين بالمية إضافة لعدم مراجعة الشورة وكتير مسائل بعتوا لهالقرار بصيغة بتاعتها سمية تاني حتى ما ينتبه الشورة إلى أنه هنه مش عارضين على رفع القرار رفع التعرف الأساسي هلأ الشورة انتبه وطلب منه أن انتوا عارضين ولا مش عارضين فهيدا عدم الجدية هالاستهتار بالأنون هاللعب على الألفاظ هالاستبداد اللي عم يتمارس على المشترك وعدم مراعاة إذا بدك رضا لأنه مفروض أنت تشوف كيف ترضيه وتراعي أوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتى لاك في رأيي بهائة التشريع والاستشارات بيقول أنه كل مشترك بالكهرباء والماء والاتصالات له إذا انقطعت عنه الخدمة أن يطالب بخفض العلاوات يعني بدل التأهيل وغيره ورسم العداد بمقدار الانقطاع يعني أنت رسم العداد مفروض ياخدوه على 24 ساعة تغذية أنت عم تاخد مني رسم عداد فاحش على ساعتين أو 4 ساعة مجموعة على صفر استهلاك بيطلع أنفيني بيطلع انتحر شخص لأنه ما في بجيبته حق منقوش إلى ابنه فكيف ناطر أنت كيف ناطر أنت يلتزموا بالأخلاق ويحافظوا لك على الشبكة ويعطوك اللي بدك اللي هو فوق دروتن يا سيدي حتى حتى موازنة الدولة حتى الحكومة اللي فردت الخطة وفردت التعرفة العالية والغالية مش قادرة تأمن اعتمادات لتدفع فواتير الإدارات عطوهم سيلفي 6500 مليار رجعنا للسلف المؤسسات العامة مؤسسات الماء مرعوبة من فواتير الكهرباء اللي عم تجيها شو عم تعمل بدت زيد رسم اشتراك الماء لحتى تقدر تدفع لفاتورة الكهرباء يعني مازالة الكهرباء وكهرباء لبنان علة العلل ومصيبة المصائب وعائق تجاه اي تطور اي حل اي معالجة خانق الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة وكل المرافق والاتصالات ما معقول اتصالات يظل ينقطع السنترالات لانه وقف ما عنده المزود وما في كهرباء من المؤسسة وهلأ المطار نفس الشي يا خي هاي دي المشكلة اللي عليها هونيك وهي دي المشكلة المتمادة ومستمرة بكل جرأة ومن دون خجل كيف الاعتراض عليها المواطن اذا انا قررت ما بدي ادفع هالخوة اللي عم تحكي عنها فيك تلغي اشتراكك بلغي اشتراك يتبقوا بقبلة كهرباء بس اذا الموتور مادد ما فيك انت انت كمواطن اذا مادد الموتور من نفس خط الكهرباء طبعا مستعملو اي لي مدلك لا مستعمل العمدين العمدين طب اي بس اذا اقطعت الكهرباء عندك فيها يقطع الموتور لانه مستعمل هيدا الخط لا 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 لو مركب كابلات مستقلي على العمدين تحت شبكة المؤسسة اوكي مش نفس الشبكة او مش اخد من شركة كهرباء زحلة بتستعمل نفس الشبكة هيدا اللي بدي اسأله بنيح اللي فتحت هيدا الموضوع حتى نحكي بالحلول واللا مركزية بقصة الكهرباء شركة كهرباء زحلة هل هي تعتبر جيدة لانه هي اغرب من الكهرباء لا العادة الامتياز اللي عندها هل هو محق اول شي انتهى الامتياز انتهى الامتياز هو من 1910 تقنيا اداءة جيد بس قانونيا وكتكلفة على المشترك ابدا مش عادلة بس عملك مش عادلة كتكلفة كتكلفة ومخالفة للقانون لا احكي لك حكيتها اوكي لا احكي لك حكيتها وبقول لك ليش كانوا مستعجلين اترك الوزارة ب31 12 2018 تنتهي او انتهت مدة امتياز كهرباء زحلة بهيدا التاريخ على وزارة الطاقة ان تجري عملية استلام شعني استلام تروح تشوف حالة المنشآت والتجهيزات والشبكة والعمدان والمحاولات وقدي في عليها مسجل العداد الاستمداد من كهرباء لبنان وقديش الها على المشتركين على عدداتهم المسجلين اضافة الى امور اخرى شو بتملك من عقارات وقديش مستملكة فكل هذا الامتياز والمنشآت مفروض ينوضع تقرير بوضعيته بواحد وثلاثين اتناعش الفان واتمنطعش ويتبين من الاحتسابات قديش بعد قلو الصاحب الامتياز اموال ما استردى من اموال الموظفة شو قلو شو علا ويتم التحضير لمخالصة عاساس الواقع القائم في حينه وبذلك التاريخ ما عملوا استلام ليش ما عملوا استلام ليه تيضل بذهن العامة وكأن موالدات كهرباء زحلة هنا جزء من الامتياز لأنه عملية الاستلام الامتياز راح تبعد راح تخرج الموالدات من التجهيزات المستلمة بتبين انه مش للامتياز فاللي بدي استلامها ما راح يكونوا بيحوزتوا فإذن لأنه ما بدون يسلموا بدون إياها تستمر شو عملوا راح استصدروا أنوا بوضوح بيقول بأسباب الموجبة نظرا لضرورة الحفاظ على الوضع القائم يوجاز لكهرباء لبنان التعاقب وضع القائم بمعنى انه ما في لا يعني انتاج الكهرباء من موالدات شو الوضع القائم الوضع القائم ما بيعني غير شي الوضع القائم يعني انتاج الكهرباء من الموالدات كهرباء يعني المشكل بين استاذ نكد ووزارة الطائب على الفترة كانت وزارة الطائب مع حق طبعا 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 كان مع حق وانما لما صار في انتخابات وموسم انتخابات غضوا النظر لما خلصت الانتخابات رجعوا هتشددوا معه هلأ رجعوا لانه مدينة زحلة الى طابع معين وصار في ضغط باتجاه استمرار ابقاء الوضع على ما هو عليه فطلعوا انه يجاز لكهرباء لبنان التعاقد اول مستقجرة منهم يعني هدا بتفسير المادة ما بيشمل لمولدات بيرزع تحت بيخبص وبيقول على ان تؤمن انتاج الكهرباء يعني عملوا قانون مبني على اخطاء وعلى مخالفة للدستور انه انت بالنهاية عم تبرر لكهرباء زحلة تستمر بتشغيل مولداتها وانتاج الكهرباء خلافا لاي صاحب مولدات بباقي الاراضي اللبناني وهيدا اللي بيخوف هلأ العلاقة بين اصحاب المولدات ووزارة الطاقة خليني بس كفين لك هون شو اللي صار هلأ كهرباء زحلة مفروض حسب الاتفاقية لنتجت عن تطبيق الانون واللي ما وقع كهرباء لبنان لانه ما يوفق وزير المال تصور انت اتفاقية مدتها سنتين ما وقعتها المؤسسة لانه ما اخدت موافقة وزير المالية بلشت بالتنفيذ وما التزمت بتركيب عداد مستقل يميز بين استهلاك المشترك من كهرباء زحلة من مولداتها ومن كهرباء لبنان شو بيعمل بيقسمهم للي بيتسجلوا على العداد الواحد بالتناسب مع ساعات التخزي مع انه استهلاك المشترك مش بالتناسب مع الساعات لانه بيستهلك على من كهرباء لبنان اكتر بكتير بيشغل كل حاجاته من الكهرباء بهالساعتين او الاربع اللي بيجوا من كهرباء لبنان وبيستهلك الحد الادنى من المولد فازن عدم تنفيذ بند العددين وتسجيله على نفس العداد وتقسيمهم بهالطريقة في ظلم للمشترك وفي اثراء غير مشروع على حساب كهرباء لبنان لانه انت عم تاخد عم تبيع جزء من كهرباء ضمنان عم تبيع بسعر المولداتك بسعر المولداتك لا بل فهمنا انه كمان اضاف انتاج من الطاقة الشمسية اه يعني عم ياخد كمان فاذا السعر بس عم بيأمن خدمة عظيم انا عملك العدالة من حيث اه التزامه بالقانون وعدالة السعر اه هلأ اللي صار انتهوا مدة السنتين من تنفيذ العقد ومعرفنا نتائجه وما تم استلام الامتياز ورجع تمدد سنتين بحجة التمديد المهل مع انه تمديد المهل بيقول بتمدد المهل اللي لازم نفذك شي ما قدري نفذه بس ما هو نفذه ورجعوا مددوله كمان عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام وما زال فاذا يعني امتياز زحلة انتهى وانما بعده الاستثمار قائم بهالطريقة اللي فيها كتير التباسات بالانون وكتير مخالفات للانون والتمديد غير مشروع وعم يحقق مكاسب يجب التدقيق بمدى صحتها وعدالتها لانه لانه للاسف ما معنى كتير وقت وما بين شبع من المعلومات اللي عم تقلنا اياها انا بدي اوصل بنظرك انت شو الحل هلأ كيف خليني حدد خليني حدد لمشكلة فإذا نقلنا عبر كهرباء لبنان يستحيل لانه سلة عم تعبي فيها ماء شو ما أمنت لها تمويل وشو ما أمنت لها امكانيات عم يضيعون بما انه الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة معتمدة بورقة سياسة القطاع لأقرة 2010 ومعتمدة باتفاقيات لبنان مع منظمات دولية ولوقف الحد من الانبعاثات والتوجه نحو تعزيز الانتاج من الطاقة البديل اللي صديقة للبيئة ومفترض انه توصل لتحد 30% من مجمل الانتاج بال2030 وبما انه اللبنانيين تعودوا على اهمال الدولة وعلى القاء الاعباء النادج عن فشل الدولة ومؤسساتها يتحمل المواطن راحوا نحو الطاقة الشمسية وانا ليشرف انا اكون اول من دعا من 2019 من صوت لبنان مع نوال عبود بنقطة على السطر روحوا يا ناس لا تنطروا الكهرباء لبنان ولا تنطروا الوزارة ولا تنطروا الدولة ولا تنطروا دبخلوا راسكن على الطاقة الشمسية لانه اي حلول تتقاطع على الطاقة المتجددة ومنها الشمسية شو ميزتها الشمسية الاقل حاجة للتمويل نظبط وهلأ لما انت بتتطلع بانه البلديات عندها بانون البلديات باحكامه بتقلك اول شي كل عمل ذي طابع ذي طابع او له طابع المنفع العامي هو من اختصاص المجلس البلدي مظبط فاذا الكهرباء والماء والاتصالات في منفع عامي وغير النائل والاقتصاص والصحة والنظافة والنفايات كل هايدي اسمها منفع ازا هايدي تقع ضمن صلاحية المنفع صلاحية المنسبة وانما بسبب احتكار كهرباء لبنان موجب انشاء لكل قطاعات الكهرباء هو اللي رجع انكسر هالاحتكار بموجب قانون تنظيم قطاع الكهرباء وتم وقف تنفيذ كسر الاحتكار بسبب عدم تعيين الهيئة النازمة هايدي اللي بدك يعني نص اضافي ازا بدك الاحكام التانية شو بتقول المجلس البلدي عليه ان يراقب اداء المرافق العام يضم النطاق يعني الكهرباء والماء والاتصالات والجمع النفاية وان يبلغ بس مش اصحاب الموترات لا المرافق العام مرافق العام هاي هايدي تعتبر شركات خاصة اي فاذا من صلاحيته يبلغ عن اداء وكان مفروض يبلغ من زمان اي بس ما انت عم تقلي الطاقة المتجددة كمان من صلاحيات بتكون لانه فيها منفع عام اي مفروض مفروض ان تقع ضمن صلاحيتهم طيب اذا اذا بتحيدها من احتكار كهرباء لبنان هلا بقلك شو المادة التالت بتقول انه البلدية مناجسة البلدي عليها ان ينقل حاجات ومتطلبات السكان ضمن نطاقه للمسؤولين ويطالب بمعالجته يعني كل هاو بيقولولك انه المجلس البلدي بكل منطقة وبكل نطاق على صلة مباشرة بمعالجة ازمة الكهرباء وله كمان صلاحي تنفيذ المشاريع اما ذاتيا اما بواسطة الغير وعندك قانون تنظيم العلاقة بين القطاع الشراكة بين القطاعين العام والخار كمان تزيز البلدات اعتماد هالانون وانما كمان معلق على تعيين الهيئة النازمة هلا اللي صار شغلتين خطرين خطائين واحد ارتكبوا الحكومة لما عطت ترخيص لتناعشر تجمع شركات عملوا وزير الطاقة بسنة الالفان وسبعة عشر ومنع هالقرار اي طرف انه يدخل ينتج طاقة عملوا وزير الطاقة بالالفان وسبعة عشر كان مفروض يعملوا بموجب مناقصات واستدراج عروض مش بواسطة المركز اللبناني لحفز الطاقة بتدبير هو بيقرره ومواصفاته بيحدده يعني 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 ما له صفة وما عنده مشروعية ومن مجزء من الإدارة كمان بيمشي بتوصيات الوزير بيركب له اللي بد وياه فإذا هيدا خطأ وضعوا جزء من حل الطاقة الشمسي بإيد وزير الطاقة بيقرر المصيب الثاني بيقررش الشمس كبير طلع قانون بآخر الالفان وثلاثة وعشرين بتمانا وثلاثة 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 اسمه قانون إنتاج الطاقة المتجدد الموزع كمان بيقولوا إنه في القطاع الخاص للاستعمال الخاص ينتج لحد عشرة ميجا وحط ثلاثة شروط معيقة لاستفادة العام منهم أول شرط إنه بد يحط الإنتاج على شبكة كهرباء لبنان ويتحاسب وياها بعد عمر طويل جؤرة فائدة طيب ما حدا بيعملها ثاني شرط إنه بدك تكون في هي أناظبة ثالث شرط إنك بدك تنشئ مديرية للطاقة المتجدد بكهرباء لبنان أنت بي ومع وزارة تصريف وأصلا لغم تعيين الهيئة الناظمة الوزير بإعاز ممن هم خلفه بإنه أعمل الإعلان بدأ نعين ست أعضاء وهي الأنون والخمسة فإذن لا الحكومة قادرة تعدل هيكلية كهرباء لبنان ولا قادرة تعين هيئة ناظمة يعني هالأنون كمان ولد مشلول ومعلق على عدة شروط أحبطنا شو اللي صار لحتى الوزير يظل قادر يتكي على المركز اللبناني لحفظ الطاقة اللي هو جمعية خاصة لا تتوخر ربح لك التركيبة تقيم في ببنى الوزارة وتعمل بإشراف الوزير قامت هيدا الجمعية على أثر صدور الأنون لتقدر تكون غايتها تتوافق مع متطلبات الأنون الجديد عدلت غايتها ونشرته بالجريد الرسمية يعني لدل الوزير عنده حجهية هيدا المركز بيلبي حاجات الأنون وتطبيقه تركوها علي يا شباب فهيدا الأنون كمان ولد مشلول عشان هيك المواطن مخنوق الدولة منهارة بطور الانحلال لا الاقتصاد على اليحمل ولا السياحة ولا الصناعة ولا حتى الإدارات ولا حتى المؤسسات العامة قادرة تتحمل فاتورة كهربا لبنان اللي فيها كتير من الهدر عم يحملوها للآخرين ما إلك حل سوى بالتوجه نحو لمركزية الانتاج والتوزيع لأنه هيدا المركزية والإنماء والتوزيع المقرر بالدستور بالزبط أوكي وفي عندك نموذج كهربا زحلة تقنيا ناجح تقنيا 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 ناجح بغض فإذن البلديات والاتحادات البلديات عندها مشاعات وعندها إمكانيات وعندها مهندسي وعندها أهالي من المنطقة ومتمولين وعندهم خبرة بيجيبوها من برة فلنترك لهذه البلديات أمر التعاون مع القطاع الخاص في سبيل إنتاج الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية ضمن نطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص هيك شو بتكون عملت أمنت للمناطق أكتر بكتير مما تؤمن المؤسسة من الطاقة الشمسية تاني شي خففت طلب على كهرباء لبنان وبما أنه الطاقة الشمسية بتمشي بالنهار فيها كهرباء لبنان تخصص إنتاجها التعيس والضئيل لبيروت الإدارية والمناطق اللي فيها مؤسسات اقتصادية وتجارية ودولية وإلى ما هنالك بتخفف وبترجع بالليل إنتاجها المتاح بتعودوا لهالناس اللي كانت اللي عم تنتج طاقة شمسية بالنهار بتتغذى بالليل بترجع بتشرج بطارياتها وبترجع بتستفيد من كهرباء لأنه حاجتها بالليل أقل من حاجتها بالنهار أنا بتمنى أن العالم كمان تعمل بحث على هيدا الموضوع لازم نعمل لبينج لهيدا الشيء بالأحرى لأنه هيدا حل كثير عملي بديتشكرك أستاذ غسل بيدون أول شيء على شغلك بالوزارة وعلى استقامتك بالوزارة شكرا اللي ما جابت نتيجة غير أنه جابت نتيجة جابت نتيجة بتختصارها بتختصارها بعبارة جميلة أنه أنا أضقت على أسباب على أسباب العتمي بالضبط وهيدا أضقت على أسباب العتمي شو بدك أهم من هيدا بالضبط إن شاء الله بدلك حار وتقدر تخبر أكثر الحمد لله الحمد لله بعدك ما قلتلي مين هو أسوأ أداء كوزير طاقة قلتلي الأفضل ما قلتلي الأسوأ فيه واحد سيء ما بدي ما أعطى عفوا ما فينا نسميه بسلوكه الشوارع إذا بدك اللي في قلة أخلق أوكي عرفنا كلنا مين فيه أحد ما بدي سمي فيه أحدهم إذا بيوتح لي أن أعلن وأخبر عن مستوى اللغة والتخاطب والسلوك شي معيب أنا أخجل عن الوزير من هالممارسات أنت ما فيك لأنه بالقلون ما فيك ما فيني بالأنون وأخلاقيا تعمل لحالك مشاكل وما تعب فيه وزير ما كان هك أستاذ غسران بيدون شكرا كتير لأنك جيت لعنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة